نفى نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك مسؤولية شركة جاسبروم الروسية عن أزمة الغاز في أوروبا نوفاك في حديث لقناة روسية محلية اعتبر تصريح مدير وكالة الطاقة الدولية محاولة لإلقاء اللومي على الآخرين في ظل المشاكل التي تواجه المستهلكين الأوروبيين قبل أن يبرر الأزمة بموسم الشتاء القارس وتوجيه الغاز المسالي الأمريكي إلى الأسواق الأسيوية بحسب المسؤول الروسي أستغرب تصريح مدير وكالة الطاقة الدولية وهي منظمة مرموقة حيث يحاول إلقاء اللومي على الآخرين في ظل المشاكل التي تواجه المستهلكين الأوروبيين لا مسؤولية لجاسبروم أو روسيا عن ذلك الاتهامات المواجهة إلينا بعدم توريد كميات كافية من الغاز إلى أوروبا أكاذيب وأزمة الطاقة في أوروبا نتاج موسم الشتاء الطويل الذي أجبر على استهلاك كميات كبيرة من الغاز في المخزونات تحت الأرضية وتوجه الغاز المسالي الأمريكي إلى الأسواق الأسيوية موسم الشتاء الطالبية المترجمة والمسالي المترجمات موسم الشتاء الطاقة